موسيقى برحب فيكم المشاهدين ومسنعين من وينما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا بداية أسبوع حلوة ومباركة نتمنى لكم إياها وإن شاء الله يا رب هنهار بيحمل كل الخير كل السلام لقلوبكم ولكل الدنيا اليوم بانترفيو ضيفتنا تيريزا بويري مرشحة الوحيدة العربية واللبنانية الوحيدة المرشحة على Miss Universe Canada تيريزا أهلا وسهلا فيك مونجور باتريسيا أهلا فيك سعيدين بوجودك معنا أنا كمان أول شي خلينا هيك عرف شوي المشاهدين والمستمعين عليك أنت بنت لبنانية ولكن غادرت لبنان كان عمرك سنة وثلاثة شهر شهرين سنة وشهرين خبريني عاشت بكندا ربيت بكندا من عمرك كتير صغير كيف كانت هالحياة بكندا بعيد عن لبنان ليش هالقدة بعدك متعلقة بهيضا الوطن وكيف بعد هالقدة بتعرف تحكي لبناني وعربي أنا بنت خلقت بلبنان بدايعة اللبوار وأهلي نتعلوا عا كندا كعمري سنة وشهرين سنة شاهدت كل حياتي بكندا دراستي كانت بكندا بريمار سوقن درس جاء بالنور ودرس وشتغلت بكندا كمان بس أكيد معلقة بلبنان لأن تقريبا كل صيفية من اجيه على لبنان أحكي كتير مني حاربي لأنه أمي حطتني بالكنيسة المارونية وتعلمت أقرأ وأكتب وأحكي نعم قلت لي درستي بكندا والجامعة كانت كمان بكندا شو اختصاصك؟ أنا درست ساينس وبيحكم دراستي بساينس اشتغلت بشركات أدوية نعم حالو كتير من الشغل ومن شركات الأدوية اللي هي كتير بعيدة عن عالم الجميل أنت مرشحة على ميس يونيفرس كندا خبريني شوي عن هالمسابقة كيف رح تصير وانت العربية يعني اللبنانية ولكن كمان العربية الوحيدة اللي مرشحة على هالمسابقة صح أنا المشتركة اللبنانية الوحيدة والعربية الوحيدة من الجليات العربية المسابقة رح بتكون بوينزور أونتيريو كندا من جولاي 22 إلى جولاي 27 في بيكون ترسدي جولاي 25 نتنافس الـ 65 سكتي فايف 65 خمسة وستين مشتركة صح صح والفاينل الطب 20 بيتنفسه مين اللي بحقله يترشح خلينا هيك نمشي ستاب باي ستاب مين اللي بحقله يترشح على ملكة جمال كندا كل اللي بنتحب بتقدم بتقدم ما في عدد معين بياخدوا بالبداية بياخدوا بيترشح مزبوط أول شي بتبعطي صوريك بيسألوك أسئلة بعدين هو أنت بيقبلوك بيرجع بيصير في فون انتربيو نصاعة بيسألوك كمان كذا أسئلة أكي وبعدين يصلك الـ confirmation إذا أخدوك بعد جمعة 2-3 الأسئلة بأي مواضيع؟ بكل المواضيع يعني أسئلة شخصية أسئلة عالمية حالو يعني knowledge knowledge صح اوكي تريزا أنت قررت تترشحي مين شجعك أو شي؟ كتار كتار ما دال حدا نمقلي من عمري 20 سنة والكل بيقلي قدمي اشتركي بانتخابات ملكة الجمال بس أنا الفكرة أبدا ما كانت بيراسي ما كنت حبي صراحة كنت حب أكتر عالم الدرس وكان بدي ركز أكتر بدمان الساينس والهالت ساينس بس كتير شجعوني أمي شجعتني خالتي خالتي سيهم بوش جهلة تحية أصحابي الكوزنز يعني جد مدى الحدا ومن سنة تقريباً صارت الفكرة هيك بلشت حبا وصار عمري 26 قد خلص إذا بدي جرب ما بقى عندي ما بقى في كتير وقت مع أنه هلا بس يوني بس ما بقى في عمر صحيح محدد بس إنه قاقت فاينالي قررت حسيني أقدم ونقبلت حالة كتير حالة كتير أكيد إن شاء الله خير هلأ بنا نحكي عن كل يعني عن كل شي بيتعلق به المشاركة وكيف الناس ممكن تقدر تدعمك من لبنان ومبارات لبنان خمسة وستين مشتركة من بينتهم بيتنقى قدش بأول ستب تونتي 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 صوت أكتر من مرة صح بس في دفع بس أول صوت بباليش لكن بنا نتوجه لكل المستمعين والمشاهدين ونقللهم إنهم فيكن توصلوا تريزة بويري من لبنان لكندا لكل الدنيا من خلال التصويت بفوتوا على missuniversecanada.ca 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 فوق صورتها في فوت بتكبسوا على الفوت بعدين في ستار ستار مزبوط ساح بتدوي أخضر بعدين بتعلم اخضر عملت الفوق عشمال اوكي أول تصويت أكيد رح يكون بباليش ولكن فينا نقدر نصوت مناخد كل الانفورميشن من الوابسايت صحيح؟ صح مية بالمية رح نرجع بعد شوية نذكر هيدا المعلومة لكل الناس اللي بتحب ترجع تكون عم بتصويت أكيد بي 27 تموز التصويت بيبلش قبل او بي ليلة حفل بلش من ماي بلش يس من ماي يعني هلأ فيكن تفوتوا missuniversecanada.ca وتصوتوا بلش ومعلي كل يوم مرة حالو كتير نواصل اسم لبنان لكل الدنيا انت المرشحة اللبنانية والعربية الوحيدة سيقبت او هن بياخدوا شخص لبناني؟ مبعرف انا ما عندي خبر الزغير لبنانية او عربية قدمه بس انا بعرف حاليا انا الوحيدة اوكي لكن بنا ندعي كمان كل دول عربية انا عبتصوت اكيد اكيد انت مرشحة ولكن انت حاملة قضية انسانية مظبوط خبريني شوي ليش هيدا القضية بالتحديد وخبريني عن الحالات اللي انت حاملتهم معك الاضيات اللي حملتها اسمه smile train هي مؤسسة خيرية بتعمل عمليات cleft surgeries للاطفال اللي عندهم تشوه خلقي بالتم وعندهم صعوبات بالتنفس بالحكي بالسمع بالاكل وانا حاليا عم بلمتبرعات عم بشتغل بهالموضوع اللي بحب يتبرع يحكيني يتواصل معي احنا بل بدل نسميها شفة الارنبية مظبوط يس اوكي واخترت هالقادية لانه انا كتير بحب الاطفال عملي بنيفولة مع الاطفال كتير وهي ما بنسمع عنا كتير يعني هي حالة نادرة صحيح وانا حبيت ضوي عليها حالو كتير كنت عم بتقولي اللي بحب يستيعد فيه يتواصل معي معي عصافحتي عيد على الفيسبوك تريزة ابو إري او على الانستغرام تريزة ابو إري تش اغ او اس ا بو او اي اغ جراج ليش نقيت هيدا القضية بالتحديد غير إنك بتحب الاطفال يعني في كتير اضايات عنا بالاطفال ليشهايدا هيدا الحالة بالتحديد نحنا كنا لنا 2 choices smile train يا اس و اس حسيت اس و اس كتير حكين عنها وهي ما حكين عنها كتير وهي حالة نادرة كتير ومثل ما قلت ليك بحب الأطفال أنا كتير بحب وعمت بنيفولا يعني volunteering كتير بالكنيسة وبحب الأطفال فاختارت هالقضية حبيت سمايل ترين هي موجودة وين؟ بوين ما كان بنيويورك هند بالطول السبانيولية يعني هي جمعية عالمية جمعية عالمية أنت توصلت معهم أو هند توصلوا معي؟ لا هلأ بعد ما توصلت معهم بس أنا هلأ عم بتعامل مع الإكيب تبعها Miss Universe Canada هني بيدلوكن على مين يعني مين جمعياتي اللي ممكن تقدروا وتتوصلوا معي صح ومعي لاتر أوفيسيال أكيد مرأيت على الهوى شفناها شفنا على الهوى طيب انت اخترت هيدا الموضوع وهيدا الموضوع ما انه شغلة هيني لما بعثت الصور أنا اللي هين حطوا في حدا نقز بالصور لأنه يعني نقز مش بمعنى نقز نقز أنا خاف على هالولاد وعلى هالحالات بالتحديد قديش هالحالات ممكن الشفاء مننا ترازع بتعرفي؟ لا في كتير بيشفوا مننا لأنه هي العالمية العملية السورية بتخلي الواحد يشفى مننا حالا وهي المؤسسة الخيرية بتعمل عملية ببلاش لأنه قد ما بيشي تبرعات بيقدروا يعملوا عمليات ببلاش بيتخلصوا مننا بيتخلصوا مننا الولاد هي بتأثر كمان على التنفس كنت عم بتقول تنفس والأكل والسماء حتى يعني مش مسش وشكل هي بتأثر على كتير اشياء مشان هيك يمكن الجمعيات عم تشتغل حتى تكون عم أكبر عدد من الأطفال عم يشفى مصبوط تاريزا بدأ انتقل لأحكي أنا وياك شوي عن ملكة جمال كندا في حال انتو خبتي Miss Universe Canada شو رح يكون أول أولوية لإليك تعملية؟ أول شي أكيد بتمح تأربح Miss Universe Canada وإذا حالف نلحظ هدف التاني رح يكون Miss Universe ومدخلالها أكتر شي حبي أكيد تقوم بأعمال إنسانية وخيرية بكندا أو بلبنان؟ باللتنان 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 قداش بتعنيليك كندا أو لما أنت عايشة هونيك قلتي لي بيجي كل سنة على لبنان كل صيفية هيدا إذا فينا أقول المزيج لتاريزا بويري بين اللبنانية والكندية قداشو بيعطيك قوة وقداشو بيعطيك اندفاع لأنك عن جد تحمل اسم بلديك على كندا وتحمل كندا معيك لهون أنا بحب الاتنان بحب كندا وبحب لبنان كندا البلد اللي ربيت فيها أكيد ودولة متحذرة وبتحافظها حقوق الإنسان يعني مثل الشيخوخة والطبابة طبعا ولبنان يعني بحبه كتير بالقلب لبنان بيعطيني positive vibes غير ما في أصف لك الشعور وقتا بيجي على لبنان وبشوف بيتنا من بيتنا البحر باللبوار يعني غير وإلف الناس استقبال الناس الأهل الجيران غير غير لما عرفوا أصحابك بلبنان وأهلك وأصدقاء أهلك يعني والعيل الكبيرة أنا تريزا رح تقدم على Miss Universe كندا ما قالوا لك ليش ما بتقدمي على Miss لبنان مالأسوعتها كتير وحتى كنت بالLBC كمان ما يا أبو الحسن بوجه لها تحية كمان سألتني هالسؤال أنا بصراحة لأنه عايشي بكندا ما كنت عارفة قد يمكن الناس بيأخذوا وقت بلبنان بدي أقعد فترة طويلة فقررت أنه لأ بكندا أهوان لي طالما أنا عايشي هونيك أنه أهوان لي أقدم هونيك لأنه ما بعفزة بقدر أنه أقدمي هون أقدم هون ودال أقعد وقت ماني مأكدة مع الشغل وهيك شوي صعبة بس آخر شي قالوا لي لا بديك بس شهر تقعد بلبنان أنا فكرتشي ثلاثة شهر ثلاثة شهر بتفكري بالموضوع أنه أرجع أدام إذا ما إذا ما ربحت بس يونيبرس كندا إن شاء الله رح ترح إن شاء الله أربح فكر فيه إن كذب بس باتت في وقت معي باتت في وقت معي لمس لبنان باتت لـ 28 سن تجي إيه سن تجي أنا فسي سابق هل إن شاء الله ما تدرع مس ليبان أنا بدنا يكت أربح لمس كندا إن شاء الله هاي قدت هذا الهدف الأول أربح مس يونيبرس كندا أكيد شو بتقولي للبنات يلي هلأ بفكروا يهجروا ويروحوا على كندا بتنصحيهم إنهم يروحوا على كندا يعني أنت ربيتة على كندا ربيتة بي كندا ما كان عندك هيدا التحدي أنت عشت هونيك من الأول بس للأشخاص شباب وصبايا يلي هلأ بقرروا يعملوا شفت بحياتهم ويهجروا يتركوا هيدا البلد شو بتقولي لهم حسب كل كاب أعتقد إذا إذا لقيوا وظيفة مرتبة بكندا أكيد إذا لقي إنه الحياة يمكن يلقوها ما بعرف لأنه شوي سؤال دقيق هو لأنه كل حدا شي كل حدا شي وفي مثلا اللي عنده أهله هون يتركوا يتركوا يروحوا كمان صعبة بس اللي رح يكون عنده وظيفة مرتبة وبيطلع مني الحياة حلوة بكندا بس كمان صار في غالة والحياة ماناهاينة الحياة صارت مش هانة وين ما كان صارت صعبة يعني مش ما لازم كمان يفكروا إنه لا لازم يفكروا فيها ياخدوا وقت كتير يشوفوا الـ أنا عطول بقول كل بلد إله حسناته وسيئاته كندا إله حسناته وسيئاته وكل بلد إله حسناته ولبنان إله حسناته وسيئاته ولكن نحن نرفض الهجرة بمعنى الهجرة شبابنا للأسف عم يتركوا هذا الوطن لحتى يروحوا يمكن لا يحققوا أحلامهم لا يسبتوا حالهم لا يدرسوا ولكن نحن عم نخسر أدمغة كتيرة وعن جد يعني بتشوف الأهل في لبنان لما بيكونوا عم يحضروا جرادواشن طبع أولادهم حفلة تخرج بصيروا عم يحضروا على أدمة مبسوطين على أدمة حزنين إنه هيدا الشاب أو هالصابية ممكن يلا لحظة إذا ملايقوا فرص عمل هون يحملوا حالهم ويفلوا فهيدا هاجس كتار من الأهل بهيدا الوطن مع كل شي عم نعنيه لما بتسمعي أخبار لبنان وإنت بكندا شو بتحسي؟ بحس إنه مش زيت الشي بسمع الأخبار بخاف بولموبا بدي سافر بحس كأنه الوضع إنه صعب وفي مشاكل كتير بس وقتها بيجي ما بحس بشي العالم عيشي وكل شي بتروحي المطاعم فول السهر فول الحياة الطبيعية ماشي نحن قولت شعب تأقلم يعني شعب بحب الحياة أنا ريزيلين سار حظي يعني شعب عن جد بحب الحياة وريزيلين شو بيختلف شعب لبنان عن شعب كندا؟ شعب اللبناني بحب الحياة هيدا الحب للحياة ما بتشوفي بكندا حس ما بشوفه إلا بلبنان إلا بلبنان رغم كل شي رغم كل شي بتدلي بتشوفي البسمة عوج الناس المحبة الإلفة يعني أنا بستغرب أوقات بقول واو من وين جايبين كل هالطاقة ما رغم كل المشاكل إنه هاي شغلة حلوة ولازم شعب اللبناني يضل هيك متل ما قلتي يعني في ناس يمكن صارت تحت خط الفقر بكتير لما بتنزلي على المطاعم وعلى السهر ما بتشوفي هيدا الشي ما بتحس فيه هلأ في دراسات بتقول إنه هيدا عشرين بالمية من الشعب اللبناني هني يلي ممكن يعبوا أكتر ولكن نحنا من دل متفقلين من دل نقول إنه هيدا الوطن ما بيركع هيدا وطن الإديسين هيدا وطن الإديسين فمشان هيكم نرفض إنه نركع وفي هيك دايما نعمة في إيد إلي هي بتشيلنا من تحت من تحت وتحطنا فوق على أمل إنه نضل محاطين بالإديسين تاريزا بنا نرجع نذكر أنا وياك المشاهدين والمستمعين إنه لازم يصوتوا حتى أنت تقدر يتوصلي بشكل أسهل قديش نسبة التصويت يعني كل النتيجة هي تصويت مرتكزة على التصويت ولا في جوري لا في جوري تصويت هو جزء من الكمبيتشن بيأثر على السكور أبدا بالمية بيأخذوا ثلاث صبايا اللي تلعونهم أكتر أصوات وبيروحوا دايركلي على الفاينل بالتاب 20 بس في غير كاتيجوري كمان في باست بادي باست هيميتيرين بروجيكت باست إبنين جاون باست إنتربيو بيأخذوا ثلاث بنات من كل كاتيجوري وبعدين بيصيروا 20 بناتين بيشتركوا بالفاينل أوكي يعني خلينا نرجع نذكر المشاهدين والمستمعين أن التصويت بيساعد لحتى تكون أنت عم بيسهل عليك إذا فينا نقول الوصول هو منه الأساسي ومنه وحده ولكن بيسهل الوصول مشان هيك بدنا ندعي كل الناس ترجع تفوت على missuniverse.ca missuniversecanada.ca رجع يا خبرينا كيف التراتوبية لا يعرفوا بيس دعموني بأصواتكم على ويبسايت missuniversecanada.ca بتنزلوا على صورتي فوق صورتي في بوتون بوت بتكبسوا عليه بترجعوا بتنزلوا على صورتي في نجمة تحت بالنص بتكبسوا على النجمة أول صوت بباليش وإذا حبيبين صوته أكتر تدعموني أكتر بيبين قد دفع مصاري على الويبسايت وبيعلم فوق على الشمال my choice بالأخضر وتصوت وأكيد ما رح يكون كتير يعني المبلغ ما بحسة كتير كتير يعني رمزة في كذا فرمال هيك اللي قادر يكون عم بيصوت مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين أكيد ما يقصر نحن حكينا إذا أنتو خبت ملكة جمال كندا شو يعني القضية اللي رح تحمليها رح تكفي بسمائل ترين أكيد أكيد رح تكفي بسمائل ترين وإذا إجتلي فرص أتعامل مع غير مؤسسات خيرية كمان بحب وهيدي رح يكون هدفي الأول يعني المساعدات الخيرية والإنسانية للأطفال أو أطفال الكبار أطفال وكبار فيش معين ببالك بحب كمان المؤسسات للسرطان لأنه كترة أمراض السرطانية صحيح بحب ساعد بشي مؤسسة خيرية للسرطان نعم لما رح تقدمي ويقوله اسمك رح يقوله كنادية أو لبنانية كنادية ليدو ليدو بيقوله لبنانية ايه بيقوله ما عندهم مشكلة معتدو رح يذكر كمان أنه من اللبوار لبنان آه أوكي بيقوله كل التفاصيل يس كل التفاصيل حالو كتير كيف عم تتحدروا لميسيونيورس كنادا؟ في عنا براكتيس فيرشول سيشنز وانلاين سيشنز الانلاين تتمرني على المشي والانتربيو مش مطارين تكونوا موجودين لأنه أنت هلأ هون نحنا أنا كعندي ثلاثة رح أقدر كون على واحدة بس لأني مسافرة أنا قلت لأتلي ما في مشكلة الانلاين تتمرني على المشي والأسئلة للانتربيو هلأ أنا عم بيخد كمان هون بلشت أخد كورات للمشي هون لأنه هون كمان كتير شاطرين أكيد والفيرتشول تعلمونا كمان كيف رح تكون المسابقة شو لازم نعمل وعطونا كمان ميكوب تتوريال كلاس وكمان لأنه في كذا إشياء كمان مثلا لازم نشتري فستان ناشنول كاستيوم شيرموس كندا العالم الكندي أحمر وأبيض في كذا ديتيل حدرت حدرت شتيت من هون وهو التحضيرات مبدئيا أونلاين وفي التصويت لازم تشتغل على الموضوع والمتبرعات للاسمايل أكيد أداش هم بتشغل السوشيل ميديا بهذا الموضوع كتير كتير مهم شغل السوشيل ميديا كتير مهم بأيامنا صار كتير مهم السوشيل ميديا صار أساس صار أساس تريزا يعني نحنا أكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق لحتى توصلي وتمثلي كندا وتمثلي كمان لبنان لأننا نحنا بنفتخر بكل شخص لبناني بكل صبي وشاب عم يعملوا يعني من القصص الصغيرة للقصص الكبيرة لحتى يكونوا عم يرفعوا اسم هيدا الوطن بالعالي أكتر وأكتر أنا بدأ أتمنى لك كل التوفيق بدأ أقول لك باستوفلك ربنا يكون معك كمانا لحتى توصلي توصلي يلي بدك توصلي وتوصلي أنت مع كل الأضايا الإنسانية والخيرية يلي حاملتها لأبعاد حدود تانكيو سو ماش أنا بدأ أقول لك مرسي على استضافتكم إلي بصوت لبنان ومارسي إليك باتريسيا كتير أهلا وسهلا فيك تيريزا بويري بدأ أرجع هيك أنا وياك مرة بعد أقول للمستمعين والمشاهدين نحنا منفتخر بكل صبية وشاب بيرفعوا اسم لبنان بالعالي فكيف إذا كان بموضوع الجمال تيريزا بويري مشتركة لبنانية كنادية رح تشارك بمس يونيفرس كندا ما تترددوا إنكم تكونوا عم بتصوتوا لعبر مسيونيفرس كندا.ca بتفوتوا على اسمها بتعملوا فوت بتنزلوا على النجمة بتكبسوا على النجمة وكمان بيدوي أخضر فيكنت صوتوا أول مرة بيباليش والمرة الثانية أكيد في مبلغ معين بيندفع فيكنت صوتوا قد ما بدكن كل واحد أكيد حسب قدرتوا ولكن ما تترددوا لأنه نحنا كالبنانية لازم نقف حد بعضنا شكرا لإلك تيريزا بويري مرسي كتير باتريسيا إن شاء الله المرأة الجيلة لما بيستضيفك بتكون صرت مسيونيفرس كندا ومن بعدها مسيونيفرس بديك توعديني لأنك تكون ضايفتك أكيد أكيد مرسي كتير شكرا لإلكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايماً عبر هوا صوت لبنان شكرا لإشتركوا في القناة